مرحبا وكيف الحال؟ لا يعني التزامك بالحمية الكيتونية دخولك بالكيتو إذا ما التزامت صح ولا يعني دخولك بالحمية الكيتونية والتزامك الصحيح ووصولك للكيتوسز أو الحالة الكيتونية ووصولك للتكيف الكيتوني إلا إذا ضلتك فترة طويلة من الزمن داخل الكيتو ودوصولك للحالة الكيتونية ممكن يوصلك بس لا يعني وصولك للتكيف الدهوني اللي بصير جسمك في حرفيا بحرق الدهون بكفاءة قبل وبعد إنتاج الكيتونات بحلقتنا اليوم حنتناقش عن الفرق بين التكيف الكيتوني وتكيف الدهوني كيف نوصل لكل حالة منهم أنت عمالك بتحضر صحة بلس مع سمارة وراجعين بعد الفاصل من رحمة رب العباد علينا تنمع مصادر الطاقة اللي ممكن تستغلها كل خلية فالدماغ على سبيل المثال ممكن يستخدم الأجسام الكيتونية بالإضافة للغلوكوز كمصادر للطاقة العضلات بتستخدم الجلوكوز والكيتونات والأحماض الدهنية وحتى بعض البروتينات الكبد بيستخدم كل أنواع المصادر الطاقة وخصوصا عضلة القلب اللي بيقدر يحول بين أربع مصادر طاقة اللي هو الكيتونات الأحماض الدهنية والسكر بالإضافة لللاكتيك أسد اللي بنتج عن طريق هدم العضلات والحرق الزايد في العضلات يعني في مصادر مختلفة للطاقة لكن أنا بدأ حلقتنا اليوم حنت نحكي عن تكيفين أساسيا بيزيدوا من قدرة حرقك للدهون اللي بيعطوك استقرار رهيب وثبات وزن بعد وصولك للوزن المثالي بدون ما تطلع من الكيتو حتى لو استهلكت في بعض الأيام النشويات الأشخاص اللي بلتزموا بالكيتو هم الأشخاص الوحيدين اللي بيدخلوا في الحياة الكيتونية فممكن يكون أنت عمالك بتحضر وعملت كيتو معانا لكن بحياتك ما شفت الكيتوسيس إلا بس التزمت بالكيتو الأشخاص اللي بيعملوا الرياضة رغم أنهم ما دخلوا بالكيتوسيس لكن بوصلوا للتكيف الدهوني يعني جسمه بحرق الدهون بكفاءة قبل صناعة الكيتونات وبتمارينه الطويلة رغم عدم دخوله بالحالة الكيتونية بيظهر في دمه كيتونات وبيظهر أحماض دهنية وبحرقهم بكفاءة أكيد في بداية حلقتنا اليوم لا تنسى تعمل شير لكل حدا بتعرفه حتى يعمل خير وما تنسى تعمل اشتراك للقناة وتكبس إشارة الجرس تكبس على اللايك وأكيد تجيب وراء ولم وفنجان القهوة وخلينا نحكي كل التفاصيل في بداية حديثنا وحتى تفهم حلقة اليوم حنحكي عن إيش هي الحالة الكيتونية الحالة الكيتونية أو الكيتوسيس هي الحالة اللي بيرتفع فيها قيمة الكيتونات عندك بالدم عن 0.5 ملي مول بير دي سي ليتر اللي عادة بيكون عند الأشخاص اللي مش في الحالة الكيتونية يا ما بيكون في نهائي كيتونات يا بتكون من 0.2 ل 0.3 ملي مول بير دي سي ليتر لما أنت تبلش تلتزم بالحميات الكيتونية وتعمل ريستريكشن وتوقف النشويات بشكل تام وتحت يحتصر أنه كمية النشويات التي تأخذها في اليوم على 50 جرام فقط لا غير بيصير جسمك يحرق السكر الموجود في الكبد عندك والعضلات أثناء التمرين الرياضي والكبد بيخلص كل ما محتوى تقريبا خلال 3 إلى 4 أيام وبصير في عندك ضغط أساسي على الجسم أنه ما فيه سكر وبتطر الجسم يصنع السكر وبتطر الجسم يعوض الفرق في الحاجته من الطاقة من خلال ضخ الدهون إلى الدورة الدموية من خلايا الدهون هذه الحالة فبدايتها أنت ما عندك قدرة لحرق الدهون الخام يعني الأحماض الدهنية لأنك ما عندك تكيف في حرق هذه الدهون بكفاعة فبالتالي جزء كبير منها بيسبح في الدم واللي بوصل للكبد الكبد وظيفته لما يتعرض للأحماض الدهنية يستغلها للطاقة وينتج الأحماض الكيتونية أو الأجسام الكيتونية الأجسام الكيتونية بتنزل على الدم وبصير عند الخلايا 3 مصادر أساسية للطاقة السكر قليل جداً فبيضله حسراً على الدماغ بينما العضلات بتصير عندها خيارين الأجسام الكيتونية والكيتونات بمجرد وصول الكيتونات لـ 0.5 فبتكون موجود أنت في الحالة الكيتونية وبتضطر فيها الخلايا العضلية لاستهدام الكيتونات لأن الكيتونات دائبة في الماء وحجمها أصغر فهي أسهل دخولاً لداخل الخلية وبالتالي بيبدلش الجسم يبني خلايا جديدة داخل الخلية عضيات جديدة المتوكنديريا اللي بتبلش بحرق الأجسام الكيتونية طبعاً بيحتاج جسمك تقريباً لأربع أيام ليدخل في الحالة الكيتونية ولا يعني دخولك في الحالة الكيتونية أنك قادر على حرق الأجسام الكيتونية بكفاءة وهذا بيفسر ارتفاع المفرط في الكيتونات بأول ما تبلش بالكيتو بكل بساطة لأنه أنت معاً ما لك بتقدر تحرق الناتج من الكبد فبتراكم في الدم وبيبلش الخلايا داخل الخلايا تزداد قدرتها على حرق الأجسام الكيتونية بمرور الأيام عشان توصل لحالة بتسموها الكيتو أدابتيشن أو عملية التكيف الكيتوني لازم تحافظ على ارتفاع الكيتونات في الدورة الدموية لفترة طويلة من الزمن بدون الخروج من الحمية الكيتونية حتى تجبر المتكندرية عضيات الطاقة داخل الخلية بالتكاثر والتكيف على حرق الأجسام الكيتونية طبعاً تلزمك تقريباً من 3 إلى 6 أسابيع حتى توصل لمرحلة التكيف الكيتوني وبتعتمد بتفرق من شخص للتاني بناء على عمره على نشاطه الرياضي على قدرته على الدخول بالنوم بعمق أو لا التزامه وكمية النشويات اللي بلتزمها داخل حميته المعتادة معلومة على الهامش حتى تقدر توصل لمرحلة التكيف الكيتوني أو الكيتو أدابتيشن لازم بأول مرحلة يصير فيه تغييرات داخل كل الخلايا وتغيير العضيات أو الماكينات المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلية هذه العضيات منسميها الموتوكندرية واللي بتقوم على عملية الأكسدة والتنفس الخلوي عادة أنت من أول من ولدت إلى أن بلشت تفكر بالحمية الكيتونية عما لك بتحرق السكر والغلوكوز داخل هذه العضيات وإثناء تنتاجك لهذه الطاقة بنتج دائما أشياء منسميها الشوادر الحرة اللي بكل بساطة بتعمل على أكسدة وقتل هذه العضيات فكل نوع من أنواع العضيات اللي هي الموتوكندرية لها عمر نصف باختلاف العضو اللي عايش فيه فالكبد مثلا بتموت نصف كمية الموتوكندرية الموجودة في الخلية اللي بتوصل في الكبد تقريبا لألف عضية إلى تقريبا 8 إلى 12 يوم بينما في الخلايا العصبية والدماغ بدها تقريبا من 20 إلى 28 يوم حتى يتم موت نصفها واستبداله بمتوكندريات جديدة بتصير التكيف الكيتوني لما تستبدل أنت كامل أو معظم الكمية المتوكندرية الموجودة داخل الخلايا وبتيجي متوكندرية جديدة أكثر قدرة على حرق الكيتونات والأسلام الكيتونية بكفاءة تعتبر عملية التكيف الكيتوني عملية مهمة لأسباب مختلفة لكن أهمها أنه بيحمي جسمك من مد إيده على عضلاتك واستخدام البروتينات في تصنيع السكر في الدماغ الإنسان كبير بالنسبة لحجمه وبصرف كمية كبيرة من الطاقة اللي بتوصل لـ 20% من مجمل الطاقة اللي بتصرفها يوميا هذه الطاقة اللي بتصرفها تقريبا بتمثل 400 سعرة من احتياجك اليومي قطعك للنشويات والسكريات بتغطع جسمك لتوفير البديل وهي الأجسام الكيتونية لما بتوصل أنت للحالة التكيف الكيتوني بيأمن الدماغ 80% من طاقة اللي لازمته من الكيتونات وبضل على الجسم يأمن له 20% من الطاقة اللي بيحتاجها على شكر السكر بالدم عشان هيك بنلاحظ أنه الناس لما بدخلوا بالحمية الكيتونية وبصير عندهم تكيف كيتوني بتنخفض قراءات السكر عندهم بين الـ 65 و 75 بتغير أشياء كثيرة في جسمك لما بتدخل بالحالة الكيتونية أهمها أنه الكلا بتساعد الكبد في عملية إنتاج السكر في حالة ودخول الكلا في الموضوع بيزيد من استهلاكها للطاقة فالكلا بتستهلك كمية كبيرة في الطاقة في أثناء فلترة البول وضف عليها طاقة إضافية أثناء تصنيع 40% من السكر اللي يتم تصنيعه في جسمك وحتى توصل للحالة الكيتونية بلزم الشخص الرياضي المتمرس على تمارين الرياضية وخاصة الـ Endurance تقريباً بين 3 إلى 4 أسابيع للوصول للتكيف الكيتوني بينما للأشخاص اللي عندهم مقاومة إنسولين وسكري ممكن يحتاجوا من 6 إلى 9 أسابيع كاملة للوصول للتكيف الكيتوني رغم أنه دخل للكيتو في أول أسبوع معلومة على الهامش الأجسام الكيتونية هي أجسام صغيرة مؤلفة من 3 إلى 6 جدرات من الكربون هذه الجزيئات بتمتاز غير إنها مصدر خصب للطاقة بالهيدروجين الموجود داخلها بل هي بتأثر جينياً على ترجمة بعض الخصائص الجينية المغلقة عند معظم الناس اللي أكيد مش موجودين في الحمية الكيتونية لما بيرتفع هذه الأجسام في الجسم بتأدي لبداية ترجمة بعض الوظائف اللي بتزيد من بناء الخلايا العصبية ومنسمي هذا الفاكتور اللي بتم ترجمته بالBrain Derived Nitrific Factor واللي بيأدي لزيادة وإعادة تخلق الخلايا العصبية عشان هيك اللي بدخلوا بالحميات الكيتونية بلاحظوا تحسن في الأعصاب عندهم وفي ذاكرتهم وفي وظائف الدماغ بشكل عام أما التكيف الدهوني فهي قدرة جسمك على حرق الأحماض الدهنية الناتجة من تفكيك الدهون الثلاثية داخل الدهون بكفاءة تمتاز هذه الحالة بيجعلك محرقة للدهون فلما أنت بتستهلك الزيوت في طعامك أو أنك بتكون صايم بكفاءة بيستخدم الخلايا العضلية وكافة الأعضاء في الجسم الدهون كمصدر خام لإنتاج الطاقة حتى قبل إنتاج الأسلام الكيتونية مش ضروري الشخص يكون في الحالة الكيتونية اللي يوصل لهاي الحالة الصحية اللي من خلالها بتقن جسمك عملية حرق الدهون واللي بدونها لا يمكن أنك تنزل بالوزن يمكن أنك تسرع من دخولك في الحالة التكيف الدهوني اللي بعتمد على حرق الدهون الخام من خلال طريقتين أساسيات الطريقة الأولى حتى لو ما دخلت بالحالة الكيتونية هي ممارسة التمارين الرياضية عادة الرياضيين اللي بدخلوا فيه من رياضات التمارين المتحمل اللي هو الاندورنس اكسرسايز مثل ركوب الدراجة أو سباقات القوارب أو بالعملية التذجرية والهرولة هدول الأشخاص بتمرنوا لفترات طويلة من الزمن اللي بتتجاوز الساعة وساعة ونص بتوصل لثلاثة وأربع ساعات هدول الأشخاص بخلصوا محتواهم من السكر في الدم والجلايكوجين في العضلات بالإضافة للكبد بعد انتهاء الساعة الأولى أو بعد ساعة ونص للناس اللي بيخزنوا أكتر سكر هدول الأشخاص حتى يكملوا ما تبقى من تمرينهم لازم يدخلوا في حالة التكيف الدهوني فهدول الأشخاص رغم انه بياكل بال200 وال400 وال500 جرام سكر في اليوم الا انه بيحرق الدهون بكفاءة وعشان هيك ما بزيد أوزانهم الا لما يوقفوا التمارين الرياضية اذا تبلشت بالتمرين الرياضية تقدر تدخل في التكيف الكيتوني الطريقة الثانية هي انك انت تدخل في الحالة الكيتونية بدخولك بالحالة الكيتونية انت بتزيد من كمية الدهون كما انك عم تعمل تمرين رياضي داخل الجسم اللي بيجبر الجسم عيصنع الاجتام الكيتونية بقاءك في الحالة الكيتونية لفترة طويلة ودخولك في الحالة التكيف الكيتوني بيقلل من كمية الكيتونات الاشي اللي بيخلي الجسم يزداد فيه كمية الدهون اللي ممكن يحرقها خلايا العضلية فبالتالي بقاءك فترة طويلة في الكيتو بضمن دخولك في حالة التكيف الدهوني واللي بتتميز بانك بتبطل تشعر بالجوع نهائي بتصير تقدر تصوم بلا حدود فترات طويلة من الزمن نشاطك العضلي في التمارين بيزيد لانك بتصير زيك زي الرياضة في قدرة حرق الدهون وهذه بالتحديد الحالي اللي بتصير فيك في نهاية رمضان لما يتعود جسمك على حرق الدهون رغم انه الكيتونات في دمك ما بتكون عالية وما بيكون عندك تكيف كيتوني حتى توصل انت لمرحلة التكيف الدهوني تحتاج تقريبا بين 4 ل 12 اسبوع من بدايتك بالحمية الكيتونية باعتمد اكيد على عوامل كتيرة اهمها النوم النشاط الرياضي قديش كمية النشويات اللي بتستهلكها في الحمية واكيد عمرك وهل انت عند تعاني من مقاومة انسونين سكري او لا بناءة حلقتنا لليوم اذا شفت المعلومات البالفيديو مفيدة اكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة اكيد خير وزكاة العلم نشرة وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس عشارة الجرس حتى تيجيك اول باول الاشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة لك وما تبخل علينا بانك تعملنا لايك فانا بتجيعك مستمر وبشوفكم ان شاء الله في جروبنا الرائع في الفيسبوك عالم سمارس خيتو انت فاستنج بلنت وبتقدروا تتابعوني في الانستغرام والسنابشات وبشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاي وبأمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة